نشرة اخبارية مفصلة من الميادين والبداية مع العنوين نواب يعتصبون في البرلمان العراقي احتجاجا على مبدأ المحاصصة ويلوحون بالذهب باتجاه حل الرئاسات الثلاث بدء تصويت الانتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشعي الثاني في جميع المراكز الانتخابية حزب العدالة والتنمية في تركيا يتقدم بمشروع قرار الى البرلمان لرفع الحصانة عن محاكمة النوا ايطاليا تعرب عن دعمها لحكومة الاتلاف الليبية برئاسة السراج والبرلمان الليبي يصوت عليها الاثنين المقبل صباح الخير اعلن النواب المعتصمون في البرلمان العراقي ان خطوة الاعتصام ثورة ضد المحاصصة التي يراد انتاجها عبر الحكومة الجديدة بحسب وصفهم وفيما طالب النائب حاكم الزام لأعضاء المجلس بالانضمام الى المعتصمين اكد النائب عن محافظة نينوى احمد لجبوري ان موقعته رئاسات وثيقة محاصصة معلنا نية المعتصمين الذهاب باتجاه حل الرئاسات الثلاث نحن النواب المعتصمون نعاهد الشعب العراقي على اننا نمضي في الاصلاح الشامل نمضي في رفض المحاصصة الطائفية نمضي في محاربة الفساد والدواعش في خندق واحد في خندق واحد اليوم المعتصمون في هذه القبة حيمة الشعب العراقي ارادوا ان يصطفوا مع الشعب ونحن رسمنا خارط الطريق للإصلاح الشامل من خلال إعادة تشكيل الرئاسات الثلاث لأن وثيقة المحاصصة التي وقعت عليها الرئاسات الثلاث لم يبقى مجالا إلا بإزاحتها جميعا النواب المعتصمون يطالبون بعقد جلسة نيابية اليوم وسط دعوات إلى تحركات شعبية في بغداد دعما لهم مراسل الميادين أفاد بأن قوة أمنية انتشرت حول البلمان لتأمينه وكان المجلس قد أرجع التصويت على التشكيل الذي اقترحه رئيس المزراء حيدر لعبادي إلى يوم غد الخميس بسم الله الرحمن الرحيم انفراج أزمة تأليف حكومة التكنقراط مؤجل حتى الخميس المقبل 15 مرشحا من التكنقراط مزج رئيس الحكومة حيدر لعبادي أسماءهم بين مرشحيه وبين أسماء من قدمتهم الكتل السياسية لكن خطوة التغيير الحكومي لم تحقق إجماعا بين الأفريقاء داخل قبة البرلمان سيكون يوم الخميس هو الموعد النهائي للتصويت على القائمة التي تقدم بها السيد رئيس مجلس الوزراء عدد من النواب اعتصم داخل البرلمان اعتراضا على تأجيل التصويت وجمع التواقع أكثر من 110 نواب طالبوا بحل الرئاسات الثلاث استبق الصدريون وقاطعوا البرلمان وحضور جلساته بعدما قرروا أن التشكيل الوزاري الجديد ما هو إلا إعادة للمحاصصة وضياع للإصلاح فيما ترك الكرد الباب مواربا مع العبادي وعلى رأس المكاسب إبقاء وزير المال حتى يتوافق البيت الكردي على خيارات لمرشحين جدد 24 ساعة هي كل ما احتاجته الكتل السياسية بعد توقيع وثيقة الإصلاح الوطني للتوافق حول آلية اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة وثيقة الأبرز فيها أن تقدم الكتل السياسية أسماء مرشحيها التكنقراط لرئيس الوزراء مع منحه حرية الاختيار بين أكثر من مرشح للوزارة الواحدة أصر الموقعون على الوثيقة على ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري فأخذ عليهم منتقدوهم عدم دستورية الدعوة لإنشاء مجلس سياسي استشاري واعتبروها بندا للإرضاء فيما مؤيدو من وقع الوثيقة يطلبون دفعا للسفينة بأي شكل دون إبطاء عبدالله بدران بغداد الميادين وفي حديث للميادين أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة دولة القانون علي الصبح المالكي أن النواب سيظلون معتصمون أو معتصمين حتى تحقيق المطالب الشعب العراقي لا زلنا معتصمين وسنبقى إن شاء الله وتعاهدنا قبل قليل على أن لا نتزحزح عن مطالبنا التي لطالما مطالبنا التي تمثل مطالب الشعب العراقي والتي لا زال شعبنا العراقي ينتظر في تحقيق هذه المطالب من زمن بعيد حيث أن التغيير الوزاري هو مطلب جوهري للشعب العراقي ميدانيا توغلت القوات الأمنية العراقية والقوات المساندة في الحجد الشعبي والحجد التركماني لعمق ثلاثة كيلومترات في محيط قصبة البشير جنوب كاركوك بخطين متوازيين انطلقت قوات الحجد الشعبي واللواء التركماني باتجاه قصبة البشير جنوب كاركوك اجتبالات عنيفة بمختلف الأسلحة وتغطية جوية من قبل الطائرات المقاتلة العراقية تمكنت على إثرها هذه القوات من إنشاء خط صد دائري على القصبة وتطويقها بالكامل وقطع خطوط داعش نحو الرشاد والحويجة حيث الجنوب والجنوب الغربي لكاركوك النية هو العملية إن شاء الله مستمرة ولا قطع بشير أو غير بشير العملية مستمرة باتجاه الشرقات أو الرياضة والحويجة إن شاء الله سيطرت على مناطق مزرعة الدولة والبنفرج والعزبة العصرية وتل أحمد أتاحت للقوات المشتركة تثبيت قوة نارية مسيطرة على عمق البشير فهذه المناطق تعد من أبرز خطوط إمداد داعش ونقاط ارتكازه السابقة تطور ميداني جعل عناصر داعش داخل البشير تحت مرمى النيران أن البشير الآن باتت محكمة إن شاء الله تعالى وإذا كان هناك بقى منها شيء فلم يبقى إلا القليل جدا جدا وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة أو لا أقول الأيام الساعات إن شاء الله القريبة القادمة بحول الله تعالى وقوته ستجد انتصارات متعددة هذه التطورات الميدانية في خارطة معركة البشير جعلت القصبة تسقط عسكريا بسبب فقدان داعش عنصر الحركة واقتصار مقاومته على السيارات المفخخة التي يجري تفجيرها عن بعد بعد أن استكملت حلقة تطويق قصبة البشير من جميع اتجاهاتها من قبل الحجد الشعبي واللواء السادس عشر التركوماني التابع له باتت هذه القوات بانتظار ساعة الصفر لاقتحام القصبة وتحريرها من قبضة داعش محمد الفهد من أطراف قصبة البشير جنوب كاركوك الميادين وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صفوف تنظيم داعش بأنها في أسوأ حالات تشتتها منذ عام 2014 وفي حديث أمام لجنة مجلس الشيوخ المكلفة الإشرفة على الأموال التي تخصص للخارجية لمكافحة التطرف العنيف أشار إلى أنه من خلال العمل مع شركاء محليين استعيد أربعون بالمئة من الأراضي التي احتلها داعش قبل عام في العراق وعشرة بالمئة في سوريا فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات التشعية السورية أبوابها عند الساعة من صباح أو عند السابعة من صباح اليوم حيث يتنافس أكثر من ثلاثة ألاف مرشح لاختيار 250 عضوا من جميع المحافظات لعضوية المجلس الجديد وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السابعة مساء ويجوز بقرار من لجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لمدة خمس ساعات وعلنت لجان القضائية الفرعية للانتخابات في المحافظات استعدادها التام لإنجاز الانتخابات وتوفير كل مستلزمات المراكز الانتخابية اشتركوا في القناة انظام الفيدرالي سيدمر سوريا وخلال لقائه وفدا برلمانيا روسيا أكد الأسد أن من المهم طرح مشوعد سوري جديد على الاستفتاء الشعبي وأضاف أن من المهم إصدار قانون بشأن علمانية الدولة في سوريا محذرا من أن سوريا ودولا أخرى في المنطقة قد تتحول إلى إمارات متطرفة في حال خروج المسيحيين منها تشهد محافظة حلب انتخابات برلمانية يغلب عليها التنافس بين المرشحين من مستقلين وأحزاب معارضة أو مؤيدة للنظام مراكز الاقتراع حددت بـ 269 مركزا في المدينة ونحو 330 مركزا للأرياف التفاصيل مع عبدالله ظهر حلب في زمن الانتخابات قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع المنافسة هنا حادة والشارع الحلبي منقسم بين المرشحين وبرامجهم ومشاريعهم التي أعلنوها على مدى الأسبوع الماضية متفاعلين خير بالانتخابات الحالية رح تصير ضمن ظروف صعبة ولكن إن شاء الله خير يعني البلد للأحسن وإن شاء الله حيتم اختيار الناس اللي بتساعد لإعادة بناء البلد وبطلب من المرشحين لعنا أنه يعرفوا نحن كما طالبنا مثلا أنا كطالب شو نحن بلزمنا شو بدنا بس أنه يكون قلبنا على البلد أكثر من 2353 مرشحا عن محافظة حلب سيأخذون السباق الانتخابي على 52 مقعدا موزعة بين المدينة وريفها نحن رح نشارك بانتخابات مجلس الشعب ورح نمسك سندي ومنطلب من أعضاء مجلس الشعب يكونوا على أدى السيقاء والمسؤولية المقدمة إلون لأنه هي مسؤولية كبيرة مطلوب منهم يعني يكونوا أدى الحمل ويحققوا مطالبنا مشان نرجع من الماكاننا وسوريا ترجع من الماكان أصوات الحرب التي تسمع بعيدا من هنا لم تمنع سكان هذه المدينة من التفاعل مع هذا الاستحقاق الدستوري نحن بدنا من يكون ألبوا على البلد ألبوا على هالشعب حلب يلي صبر خمس سنين ورسه صامد ورح نبقى صامدين ورح ننتصر بإذن الله إذن التحضيرات للانتخابات أنجزت هنا 269 مركز اقتراع لسكان المدينة أو للنازحين إليها تبدو الأجواء الانتخابية في مدينة حلب حمية الوطيس في ظل كثرة وتعدد المرشحين انتخابات تجري وفق دستور رديد يسمح لكافة القوى والشخصيات المستقلة بالترشح وخوض السباق الدستوري عبدالله ظاهر حلب الميادين امتدت تغطية قناة الميادين للانتخابات النيابية السورية إلى داخل الجزء المحتل من سوريا من على طرفي ود السرق بعينتين ارتفعت مناشدات أهل الجولان لإسماع أصواتهم رغما عن الاحتلال الإسرائيلي لم تكن طريق المؤدية إلى الجولان تشبه الطرق الأخرى الملونة بمختلف صور المرشحين لانتخابات البرلمانية في سوريا فقط السواتر الترابية والحواجز العسكرية تبعث الأمان في أرض تعبت من الحرب أرض جميلة ببساطاتها وجناتها الخضراء منظر يقشعر له البدن خاصة عند الوصول إلى آخر نقطة حدودية مطلة على مدينة مجد الشمس في الجولان السوري المحتلة أرض عربية ترتفع منها أصوات أهلها المتعلقين بالمشهد الانتخابي في بلادهما بكل سنة بيوم الأرض بصير احتفال لربض الهوية بـ 14 أشباط و بـ 17 نيسان بمناسبة عيد الجناء وبيوم الأرض أخواننا الفلسطينيين طبعا الشرفاء توجهوا لها المنطقة هاي من أربع خمس سنوات وصارت معركة طاحنة بالوادي بالحجر مقابل الدبابة مقابل الجند الإسرائيلي مقابل السلاحن زائر الجولاني والواصل إليه عبر القرى والحقول والهضاب والجبال يحس بوجع الأرض وأهلها ينتابه شعور بالحمية والثورة في داخله عندما يشاهد السياج الفاصل وآليات الاحتلال الإسرائيلي ومراصده وأبراجه تراقب كل حركة ينتابه يقين أن هذا الغاصب خائف من أن يفقد مسرقاته بسبب لعنة القطر وتعلق مالكيها الشرعيين بها وهنا عيون الجيش السوري لا تنام العدو الإسرائيلي يقدم دائما الدعم اللوجستي والفني والاستخباراتي والطبي هذا الموضوع يتجلى أثناء المعارك نرى أن الوسائط النارية للمجموعات المسلحة بالقرب من الشريط الحدودي وكمان إسرائيل تقوم بتقديم المعلومات الاستطلاعية للعصابات الإرهابية المسلحة تتحدى محافظة القنيترا وقرى الجولان السوري ظروف الحربي وتخصص 109 مراكز انتخابية لممارسة الواجب الانتخابي أمام الوطني ولتعبير عن المقاومة والبقاء تعبير جسده عناق صيحاتنا بهتافات زميلتنا هناء محميد المحاطة بأهالي مجدى الشمس في الجولان المحتلة في هذه الأرض المقابلة لمجدى الشمس المحتلة والمحاذية لوادي السراخ ترتفع أصوات وتنادي في وجه هذا الشياج الفاصل هذه الأرض عربية وستتحرر أسام عبد النور من عين التينة بالجونان السوري المحرر المياتين أكد بطرياركو انتاكيا وسائل المشق للسوريان الأرثوذوكس مارغنات يوسف رام الثاني أن مشاريع التقسيم المطروحة لسوريا من شأنها أن تبرر مشروع يهودية الدولة في فلسطين المحتلة وفي مقابلة خاصة مع الميادين ضمن برنامج دمشق العرب أوضح البطرياركو أن مشاريع التقسيم تسهم في إفراغ المنطقة من العنصر المسيحي هناك محاولات بالتأكيد لتكريس التقسيم والفدرالة ولكن نحن لا نعتقد أن هذا غير ممكن في سوريا ولن يحدث لأن السوري لا يستطيع أن يتقوقع في منطقة معينة المكونات السورية أقصد لا تتقوقع منفردة عن الآخرين مثلا إعلان الفدرالية في الجزيرة السورية لا أعتقد أن هذا له حياة ستعيش هذه الفكرة لأن الجزيرة مكونة من أكراد صحيح ولكن هناك المكون الأكبر هو العرب وثم السريان موجودين وقليات أخرى من شاركس وأرمن وبالتالي ليست مكون واحد يستطيع أن يفرد سيطراته على الآخرين البطريارك مار إغناطي سفرام الثاني حذر من ضرب المسيحية المشرقية لأن ذلك يضعف المسيحية في العالم نعتقد هناك نقطتان يجب أن نلقي الضوء عليهم الأولى هي عندما نضرب المسيحية المشرقية فنحن نضرب أركان المسيحية في كل العالم فهو يضعف للدور المسيحي في العالم وهناك بعض الجهات التي بالتأكيد تستفيد من هذا الموضوع النقطة الثانية عندما نفرغ الشرق من المسيحيين نجعل هذا المجتمع لونا واحدا وبالتالي ممكن أن تنتشر في هذا المجتمع أفكار معينة من أفكار التكفيرية وأفكار الظلامية بسهولة أكثر فبالتالي الوجود المسيحي هنا يعني أن هذا المجتمع سيبقى مجتمعا متنورا مجتمعا فيه من التواصل مع خارج نفسه وعلى خط الأزمة السورية التقى المبعوث الأممي إلى السورية ستيفان ديمستورا مساعد وزر الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران ديمستورا أكد أنه اتفق مع المسؤولين الإيرانيين على أهمية تقدم العمليات السياسية لحل الأزمة السورية للوصول سريعا إلى الانتقال السياسي للسلطة عبداللهيان من جهته قال أن لائحة المجموعات الإرهابية في سوريا لا تزال مبهمة في المباحثات الجارية بشأن سوريا مؤكدا أهمية العمليات السياسية بالتزامن مع محاربة الإرهاب اتفقنا على ثلاثي نقاط أساسية هي وقف الخصومات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين وليس يم المحاصرون منهم وإنجاز العمليات السياسية للوصول سريعا إلى مرحلة انتقالية سياسية بالنسبة إلي من المهم أن أجري استشارات مع المسؤولين الإيرانيين لأن أفكارهم مؤثرة وبالتأكيد سأخذ بنصائحهم أعرضنا للسيد ديمستورا عن قلقنا من تكرار خرق الهدن من قبل بعض المجموعات المسلحة غير المسؤولة وإمكانية تأثير ذلك على العملية السياسية كما أعرضنا له عن قلقنا من الانتقائية في إرسال المساعدات الإنسانية من قبل بعض الجهات هذا وقد وصل وفد الرياض للمعارضة السورية إلى جناف للمشاركة في جولة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ رسميا اليوم الأربعاء وضم الوفد رئيسه أسعد الزعبي ومحمد علوش وسهير الأتاسي وغيرهم وامتنع أعضاء الوفد عن الإدلاء بأي تصريح لدى دخولهم إلى مقر إقامتهم ومن المقرر أن يصل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا إلى جناف فجل يوم آتيا من إيران فيما من المنتظر وصول وفد الحكومة السورية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أن الحكومة التركية قدمت مسودة اقتراح إلى البرلمان لرفع الحصانة من المحاكمة عن النواب وبحسب المسؤولين فأن كل نواب الحزب وعددهم ثلاثمائة وستة عشر نائبا وقعوا مشروع الاقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردغان طالب أكثر من مرة بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني أشار المرشد الإيراني السيد علي خامنئي إلى توفر معلومات موثقة عن الدعم الأمريكي لداعش لافتا إلى أن المساعدات المالية والتسليح الأمريكي للمجموعات الإرهابية هي التي تعيق مواجهة الإرهاب خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رانزي أكد عدم التزام الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي وقد وقعت إيران وإيطاليا ستة اتفاقيات تعاون اقتصادي حقل لزيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رانزي لطهران الاتفاقيات شملت التعاون في مجالات الصناعة والسياحة وسكك الحديد والغاز الرئيس الإيراني حسن روحاني أمل أن تستعد إيطاليا مكانتها كأول شريك اقتصادي لبلاده أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتلوني دعم الدول الأوروبية لحكومة الوفاق الليبي وعقب محادثاته مع رئيس الحكومة فايز السراج في أول زيارة لمسؤول غربي رفيع لطرابلوس منذ انتقال حكومة الوفاق الليبي إليها أكد جانتلوني أولوية الوحدة في ليبيا للتفرغ لمواجهة الإرهاب وأضف أن زيارته تمثل الحلقة الأولى في سلسلة زيارات لمسؤولين أوروبيين إلى طرابلوس في الواقع هذه الزيارة هي الأولى في سلسلة زيارات لمسؤولين أوروبيين إلى طرابلوس لأن أوروبا ملتزمة دعم حكومة الوفاق نحن ندرس ونناقش إعادة افتتاح سفاراتنا في طرابلوس في المستقبل القريب بمواجهة التحدي الإرهابي أعتقد أن الرسالة الأولى للشعب والحكومة في ليبيا هي توحيد القيادة من جديد لمحاربة داعش هذا ليس واجبا أجنبيا برغم استعدادنا للمساعدة ولكنها مهمة الليبيين وحكومة الوفاق أولا هذا ومن المقرر أن يصوت البرلمان الليبي يوم الاثنين المقبل على منح ثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فيز السراج وقال النائب علي تكبالي أن رئيس المجلس النيابي عقيل صالح ونائبه محمد شعيب اتفق على عقد هذه الجلسة بحضور المجلس الرئاسي للحكومة على أن يكون التصويت على كل وزير على حدة لا على الحكومة مشتمحة كشف وزير الأمن الإسرائيلي مشي يعلون عن وثيقة نقلت لإسرائيل فيها التزام السعودية ضمان حرية الملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران وأضاف يعلون في حديث صحفي أن الوضع سيكون مماثلا لمكان عليه الوضع خلال السيادة المصرية على جزيرتين تيران وصنفير يعلون جدد الحديث عن ألام الحكومة الإسرائيلية بنقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية قبل أعلان الخطوة وأضاف أن الوثيقة تنص على استمرار سريان تطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومصر في اتفاق السلام لعام 79 على الجزيرتين بما يضمن حرية الملاحة والطيران في الممرات البحرية الدولية وفي مصر انتقد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واعتبر جزيرتين صنفير وتيران تابعتين للسعودية وقال صباحي أنه لا يعتقد بوجود اتفاقية طالما لم تنتهي بالطريق الدستوري مشيرا إلى أن الاتفاقية حبر على ورق وأضاف صباحي أن الشعب الله هو الذي يستطيع تحويلها إلى اتفاقية وفقا للدستور في لبنان أعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الإضراب العام في مخيمي الميومي وعين الحلوي حدادا على المسؤول في حركة فتح فتح زيدان الذي اغتيل بسيارة مفخخة ماذا بين سطور عملية الاغتيال وماذا عن تداعيتها على لبنان اغتيال شخصية قيادية فلسطينية على مقربة من أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان لن يكون بالتأكيد محصورا في مرسل ومرسل إليه اغتيال زورو القيادي الفتحوي لا يمكن فصله عن حالة الاشتباك الدائمة بين الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوى ومتشددين في الآوينة الأخيرة زادت وطيرتها قد تندرج العملية في خانة التصعيد الذي تجاوز حدود المخيم إلى شوارع صيدة فمسؤول الشعبة التنظيمية في حركة فتح في مخيم الميومي شرق صيدة قتل خارج المخيمين لترسم الجغرافيا مسار الرسائل إنه خرق لأمن المدينة التي لم تندم الجراحها بعد من اجتباكات ما سميت بظاهرة الشيخ أحمد الأسير والحرب التي شنها هو وجماعته ضد الجيش اللبناني صحيح أنه تلاعب بأمن صيدة ولكنه أيضا استهداف للمخيمات الفلسطينية من الخارج تصفية شخصية فتحاوية تهدف برأي البعض إلى تغييب الدور الفتحاوي في المخيم تصفية حسابات بين الفصائل يعتقد هؤلاء ومن هنا تسارع هذه الفصائل عند كل خرق أمني إلى الدعوة إلى ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية هذا عدا عن جهودها المتواصلة لضبط التحركات التي تشهدها المخيمات على خلفية تقليص الأونروة لمساعداتها حيث يحذر البعض من تفلت كامل للشعب الفلسطيني إذا ما فكرت الأونروة بالتخلي عن مسؤولياتها ليبقى التخوف لدى آخرين من أن تكون الجريمة حلقة في سلسلة لإشعال فتيل فتنة فلسطينية كفيلة بالتمدد نحو البلد المضيف برمته فالمسألة الفلسطينية ملف حساس داخل المشهد اللبناني وأي تطور عنيف على هذا الخط من شأنه أن يعيد إلى بعض اللبنانيين شبح الحرب الأهلية وهنا تظهر بشكل جلي أصابع اليد الإسرائيلية على أرض لبنانية قد يمثل هذا الخرق الأمني أيضا منفذا لكل القوى السياسية الساعية إلى إرجاء استحقاق الانتخابات البلدية المرتقبة في بلد يتنفس شغورا من رأس مؤسساته الدستورية إلى أخمص ملفاته العالقة فتتحقق عندها أمنيات البعض في التمديد للمجالس البلدية على خطط تمديد لمجلس النواب بذريعة الوضع الأمني غير الممسوك أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تألف محكمة دستورية هي الأولى في فلسطين ما أثار موجة انتقادات من الفصائل المعارضة وقلق المؤسسات الحكومية من توقيت تأليف المحكمة تقرير نسرين سلمي المحكمة الدستورية ينص عليها القانون الأساسي الفلسطيني لكن توقيت تشكيلها وحال الانقسام الفلسطيني هو ما يثير قلق الفصائل الفلسطينية والمؤسسات القانونية فالسلطة التشريعية لا ترى في هذه الجهة القضائية مخالفة للقانون وإن كان الفلسطينيون حتى الآن لا يحكمهم دستورا بالمعنى الفعلي أنا أعتقد أنه بالأساسي يريد أن يكون لدينا دستور حتى نتحدث عن محكمة دستورية والدستور غير مولود حتى اللحظة والمولود لدينا هو قانون أساسي فلسطيني أعلى من القانون وأكل قليلا من الدستور وبالتالي أنا أعتقد الموضوع سياسي أكثر منه قانوني المؤسسات القانونية المختصة أكدت أنه على الرغم من إقرار قانون تشكيل محكمة دستورية في العام 2006 إلا أن تشكيلها في ظل الانقسام وغياب المجلس التشريعي يثير الكثير من الهواجس والقلق خصوصا أنه بعض أو رئيس المحكمة له مقال سابق يظهر توجهاته بشكل واضح أنه يرى أنه لا يوجد مجلس تشريع فلسطيني حتى أنه يرى أنه القانون الأساسي الفلسطيني لا يعتبر دستور وهو قانون عادي وبالتالي هو يضرب أي مرجعية للمحكمة وبالتالي في غياب مرجعيات قانونية تصبح القرارات الفردية هي المرجعية وهذه الخطورة حركة حماس أعلنت عدم اعترافها بالمحكمة فيما دعت الجبهة الشعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إلغاء تشكيلها يجب أن تكون جزء من المهمات هي الحفاظ على توازن سليم ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذه السلطات لا يجوز أن تتجمع في شخص واحد اسمه الرئيس الآن السلطة التشريعية في يد الرئيس والآن السلطة التنفيذية في يد الرئيس أما أنصار الرئيس الفلسطيني فأكدوا أن المحكمة ضرورة للحفاظ على القوانين وأن من يعارضون ينطلقون من مواقف سياسية مسبقة على العكس من يرفض المحكمة الدستورية يرفضها من باب المواقف السياسية الرافضة مسبقا لأي شيء يتخذ الرئيس أبو مازن أما في الحقيقة فالكل يعلم أن المحكمة الدستورية تعمل على تعزيز القانون وإذا خوف المراقبون من أن هدف تشكيل المحكمة تركيز السلطات بيد أبو مازن في ظل غياب المجلس التشريعي نسل سلمي رامالله الميادين انشق الحزب التقدمي في البرازيل عن حكومة الرئيس دلما روساف موجها بذلك ضربة قوية إلى روساف التي تقاتل لتفادي محاكمة في البرلمان قد تؤدي إلى عزلها من منصبها وقال سيرو نوغويرا رئيس الحزب التقدمي أن الحزب سيسلم جميع المناصب الوزرية التي يشغلها وقد استنكرت روساف ما قالت أنها مؤامرة لإطاحتها وأشارت إلى أن نائبها ميشيل تمر هو أحد زعماء المؤامرة هذا ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الأحد المقبل على المضي في إجراءات إقالة روساف من عدمها تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وضع إجراءات تجارم جنائيا الشركات التي تشجع على التهرب الضاربي وذلك بعد تسريبات أوراق باناما التي أضعفت جانبه وكاميرون أكد في جلسة برلمانية أن حكومته ستمضي قدما في التصدي للفساد والتهرب الضاربي موسى السور أحجار الدومينو قد تتدحرج في بريطانيا على خلفية تسريبات وثائق باناما فضائح التهرب الضاربي وصلت إلى إعتاب داونينغ ستريت بعدما قرر رئيس الحكومة ديفيد كاميرون بامتلاكه السمن في صندوق بليرمور الاستثماري أوفشور الذي أسسه والده الراحل آين كاميرون الذي ورد اسمه بين عشرات الألاف من الأسماء التي ظهرت في وثائق باناما المتهمين بإخفاء ثرواتهم وتجنب الضرائب هناك ألاف الصندوق الاستثمارية وملايين البريطانيين المستثمرين في الخارج من بينها الإدارات المحلية ومعظم الشركات الكبرى وبعض النقابات وإذا ألقينا نظرة سريعة فإننا نجد أنه حتى البي بي سي وصحف مثل الجاردين والميرور لديهم هذه الأنواع من الاستثمارات كاميرون الذي أراد استعادة زمام المبادرة بعدما تصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته من الحكومة اتخذ خطوة غير مسبوقة لم يفعلها أي رئيس وزراء من قبل حين نشر سجله الضريبي للسنوات الست الماضية فضلا عن إعلانه أمام النواب إصدار تشريعات تحمل المسئولية الجنائية للشركات التي لا تتمكن من منع موظفين من تسهيل التهرب الضريبي الصعوبة تكمن في أن يتحول الملاذ الضريبي إلى جنة للفسدين والمجرمين لذا علينا أن نوفق بين التجارة الحرة ومكافحة الفساد وهذا ما سوف تفعله الحكومة في المستقبل يبدو أن ورقة التوت قد تتساقط عن أثرياء بريطانيا بعدما أمهلت هيئة تنظيم قطاع المال في بريطانيا 20 بنكا وشركات مالية أخرى حتى الخامسة عشر من نيسان أبريل لإجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت تربطه أي علاقة بمكتب المحامات البنامي موساك فونسيكا اقرروا كاميرون باستفادته من حساب سري في ملاذ ضريبي بينما يطبق سياسة ربط الأحزمة ضد مواطنيه أصابت صورته أمام الرأي العام وعمق تراجع ثقة الجمهور برئيس الوزراء الأمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء الحكومة فضلا عن حملته في إقناع الشعب البريطاني بضرورة البقاء في الاتحاد الأوروبي مستصر لندن الميادين أعلنت إيطالي أنقذ أكثر من ألفين لاجئين في مضيق سقلية ليضافوا إلى نحو ألف وثمانمائة آخرين أنقذوا يوم الأثنين وفيما تستمر موجات اللجوء إلى أوروبا فإن ظاهرة اختفاء أعداد كبيرة من الأطفال والقصر في ألمانيا وأدول أوروبية أخرى تفرد نفسها لما لها من تداعيات جرمية وقانونية وأخلاقية كيف يختفي نحو ثمانية آلاف لاجئ من الأطفال والقصر في ألمانيا البلد المشهور بأجهزته الإدارية المنظمة والدقيقة والتي تسجل كل كبيرة وصغيرة أين اختفى هؤلاء الأطفال القصر؟ من أخفاهم؟ وما هي الجرائم التي ارتكبت بحق أعداد كبيرة منهم؟ لا تقتصر ظاهرة المخيفة على ألمانيا فالعديد من المؤسسات الأوروبية يتحدث منذ أشهر عن أرقام تثير القلق إذ كشفت وكالة الشرطة الأوروبية نهاية يناير كانون الثاني الماضي عن أن عشرة آلاف لاجئ قاصر اختفوا في العامين الماضيين في أوروبا ووفق المصدر نفسه فإنما يصل إلى خمسة آلاف لاجئ قاصر مفقودون في إيطاليا فيما قالت السلطات السويدية إنها لا تعرف شيئا عن مصير ما يصل إلى ألف قاصر الحكومة الألمانية التي تحاول التقليل من الوقع المأسوي للظاهرة تشير إلى احتمالات تنقل الأطفال وتخفيهم عن عيون حملات الأحصاء أو ربما لإقامتهم عند أقرباء أو لتوجههم للعمل بشكل غير شرعي لكن متحدثين باسم الشرطة الأوروبية يقولون إن ذلك يعني أيضا أن هؤلاء الأطفال على الأقل معرضون لخطر ما هذا القلق عبرت عنه السياسية في حزب الخضر الألماني المعارض لويزي أمسبرغ التي قالت إنها تخشى من أن الحكومة الألمانية لا تأخذ المخاطر التي قد تنجم عن ذلك عبر الدعارة القصرية والاستغلال على محمل الجد فرضية تعرض بعض الذين اختفوا في ظروف غامضة للاستغلال تبقى قائمة مدير موظفي مكتب وكالة الشرطة الأوروبية براين دونالد تحدث عن توافر أدلة تفيد بأن بعض الأطفال اللاجئين الآتين وحدهم تعرضوا لجرائم انتهاك جنسي وثم تمجرمون عملوا في البداية كمهاربين واستفادوا كتجار بشر من اللاجئين وأصبح هؤلاء يحاولون استخدام اللاجئين كعبيد أو استغلالهم جنسيا أما منظمة أنقذوا الأطفال فطالبت الدول الأوروبية بحماية اللاجئين القصر الذين يفتقدون المرافقة أجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتصالا بالمحطة الفضائية الدولية وقاعدة فوستوشنيا روسية الفضائية وعبر الفيديو خاطب المحطة الفضائية مهنئا رواد الفضاء بعيد من المهني آملا مواصلة التعاون الروسي الأمريكي في الفضاء لافتا إلى أن الرواد ينفذون أهم المهمات أمام البشرية برمتها يوري جاكارن غد ذلك الطلعية الذي فتح للبشرية الطريقة إلى الفضاء قبل خمسة وخمسين عاما ومد ذاك تحتفل البشرية في الثاني عشر من نيسان أبريل من كل عام باليوم العالمي للريادة الفضاء التفاصيل مع سلام العبيدي قال هيا بنا ولوح بيده كلمات مأثورة لأول إنسان غز الفضاء يوري جاكارن غدى معجزة تنظم لها الأشعار وتنشد الأغاني أما يوم تحليقه في الثاني عشر من أبريل نيسان عام 1961 فقد أعلن يوما عالميا لريادة الفضاء من حيث الجوهر جاكارن لم يكن مجرد أول رائد فضاء لقد كان أول من رأى الكون الخارجي جاكارن عند زيارته روما أنذاك سأله البابا هل رأيت الخارق يا يوريب؟ فأجابه لم أرى لكنني رأيت كم هي جميلة أرضنا من العلو وأيقنت أن من واجبنا أن نحافظ عليها إنجاز غاكارن يصب في بحر كبير من الإنجازات الفضائية السوفيتية فقبله كان إطلاق أول قمر إصطناعي وبعده أول خروج للإنسان إلى الفضاء الخارجي وأول محطة مدارية وأول كبسولة فضائية إلى الأجرام السماوية وغيرها من الإنجازات ليس سرا أن روسيا الاتحادية الوريثة الشرعية للإتحاد السوفيتي السابق كانت رائدة في استكشاف الفضاء الخارجي وسبري أغواره ريادة الفضاء في روسيا غادت على مدى خمسة وخمسين عاما مهنة روتينية بالرغم من مشقتها وخطورتها وهي ليست حكرا على الرجال يجب أن لا ننسى إنجازات الماضي لأنها تلهم وتحف على العمل الدؤوب والمثابرة والاختراع بلدنا كان رائدا في مجال العلوم والتكنولوجيات الفضائية ويجب أن يستمر عطائه في سبيل البشرية جمعا واليوم الكل يعرف أن 80% من أقسام المحطة الفضائية الدولية من إنجاز روسيا حتى الصواريخ التي يطلقها الأمريكيون تستخدم فيها محركات روسية الصنع في اليوبيل الخامس والخمسين لإنفلات الإنسان من تأثير الجاذبية الأرضية واندفاعه إلى الفضاء الخارجي تؤكد روسيا دورها الريادية في غزو الكون وتستعد لافتتاح قاعدة فضائية جديدة ستصبح الأكبر والأحدث في العالم سلام العبيدي موسكو الميادين والآن جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلي أحمد عبد الله صباح الخير أحمد صباح الخير وفا تفضل صباح الخير مجددا مشاهدين انطلاق الانتخابات البلمانية في سوريا زيارة الملك السعودي إلى تركيا إضافة إلى آخر التطورات السياسية في العراق أبرز ما عنوينته بعض الصحف العربية الصادرة اليوم نبدأ جولتنا من لبنان وتحديدا مع صحيفة السفير ونقرأ فيها رسالة دموية لفتح في صيدة والجيش ينبه الفصائل الثالث عشر من نيسان 2016 خطوط التماس تتمدد والدولة تتبدد سوريا انتخابات وجناف ثلاثة على وقع احتزاز الهدنة سلمان وأردغان الحلف العميق صحيفة الصباح الجديد العراقية كتبت في عنوينها قادة الكتل يختلفون على الكابينة الحكومية ويؤجلون تمريرها إلى جلسة الغد احتجاجات لنواب داخل قاعة البرلمان على العودة لمبدأ المحاصصة مكافحة الإرهاب تحرر أحياء الزهور والقادسية والشهداء في هيد من الصباح الجديد العراقية ننتقل إلى صحيفة الحياة السعودية وفي عنوينها لهذا اليوم الخيالة رفق الموكب الملكي وحرس شرف من ستة عشر رجلا استقبلوا خادم الحرمين أمام القصر الأبيض أرفع وسام تركي للملك سلمان وأردغان أشاد بالروابط مع السعودية معركة حلب تشتد عشية مفاوضات جناف داعش يسيطر على معظم مخيم اليارموك العبادي يواجه تمرد نواب حزبه وأنصار الصدر صحيفة الوطن السورية كتبت سوريا تنتخب ترجحات بإقبال كبير ومنافسة شديدة بين قوائم المستقلين والحزبية ديماشك لا نعارض إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة في جناف طهران القلقة تتفق مع ديمستور على وقف الأعمال العسكرية ووصول المساعدات واستمرار الانتقال السياسي أيضا في صحيفة الوطن السورية الرئيس الأسد يمكن تسوية الأزمة في إطار جناف رأى أن الفيدرالية لن تساهم بتوحيد البلاد نتابع جولتنا على أبرز عنوين الصحف العربية ونصل إلى صحيفة الدستور الأردنية وفيها احتفالات في باحات الأقصى بعيد الفصح العبري اتقال 16 فلسطينيا وهدم منازل ومداهمة مدن الضفة الغربية داعش يطرد المسرطة ويسيطر على القسم الأكبر من مخيم اليارموك واشنطن وباريس تتخوفان من عمليات عسكرية في حلب إلى صحيفة الوطن العمانية التي عنونت سوريا الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم ونقرأ في الوطن أيضا إسرائيل تسمن سرطانها وعباس يبحث تفعيل المبادرة الفرنسية ونختم مع صحيفة الأهرام المصرية العنوان الأبرز فيها مصر تتمسك بتسوية سياسية في سوريا تحفظ وحدتها الرئيس حريصون على أمن الدول العربية واستقرار لبنان بهذا العنوان نختم مشاهدين هذه الجولة على أبرز عنوين الصحف العربية الصادر اليوم عودة الآن إليك وفاة شكرا لك أحمد يعتبر البازلت المنتشر جنوب سوريا خامة اقتصادية تدخل في العديد من الصناعات كالصوف البازلتية العازل وتصنيع الألواح الإسمنتية الخفيفة ويعتبر ثروة مهمة لرفض الصناعة السورية بمواد أولية منخفضة التكلفة وعالية الجودة رفعة الديك من السويداء والتفاصيل أبناء السويداء طوعوا مادة البازلت رغم قساوتها وصلابتها واستخدموها في بناء منازلهم فحجر البازلت هذا بات المادة الأساسية في العمران منذ أن استوطن الإنسان في منطقة جبل العرب البازلت في المحافظة له صفات كيميائية وفيزيائية كبيرة نظرا للقساوي ومتانة المواد المنتجة وغيرها من الصفات الكيميائية البازلت يشكل أحد أضلاع ثالوث التمييز الاقتصادي والبيئي في السويداء وذلك إضافة إلى الكرمة والتفاح وفي ثالوث التمييز البيئي إضافة إلى الهواء النقي وأحراج السنديان يلعب البازلت دورا مهما في أعمليات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لما يوفره من إمكانيات العزل الحراري في الغلاف الخارجي للبناء عم نصدر منه كثير لبرة وحمد الله سوخنا ماشي والشغل تمام منه ويمكن استمارها بكافة المجرات الإنشائية في الأعمال البطنية والأعمال الإسفلتية وأعمال الإكساء والديكور وكل ما تحتاج البناء والأعمار المعالم العمرانية كالقصور والمعابد والمعالم التاريخية والبيوت التي شيدت من البازل منذ ما قبل عصر الرومان تثبت أن هذا الحجر قادر على مواجهة الزمن وتحولاته في وقت يعتبر جمال هذه المادة ملهما للعديد من النحاتين فمادي قاسي تخدم أفكارنا أفكارنا هي العلاقة بالنفس البشرية العلاقة بعمق النفس البشرية نحن نحاول نرتقي فيه ليصير نشتغل على الكتلة والفراغ والتكوين بشكل عام تتنوع فرص الاستفادة من خام البازل في سوريا فهذه المادة قادرة على الدخول في العديد من الصناعات البسيطة والمركبة وهو ما يعتبر موردا ماليا واقتصاديا هاما للمحافظة وقبل ختم هذه النشرة تذكير بأبرز عنوينها نواب يعتصمون في البرلمان العراقي احتجاشا على مبدأ المحاصصة ويلوحون بالذهب باتجاه حل الرئاسات الثلاث بدء تصويت الانتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشعي الثاني في جميع المراكز الانتخابية حزب العدالة والتنمية في تركيا تقدم بمشروع قرار إلى البرلمان لرفع الحصانة عن محاكمة النوة إيطالية تعرب عن دعمها لحكومة الاتلاف الليبية برئاسة السراج والبرلمان الليبي يصويت عليها للثين المقبل وبالتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الختم شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة